موسيقى العازل المهبلي الأنثوي الحجاب المهبلي ما هو الحجاب العازل المهبلي الأنثوي؟ العازل المهبلي الأنثوي غيطاء أو غيشاء رقيق على شكل قبة ذات حواف مرنة مصنوع من المطاط أو السيليكون يتم وضعه في المهبل قبل ممارسة الجنس ليغطي عنق الرحم كيف يعمل العازل المهبلي؟ تؤدي أغشية منع الحمل وظيفتها عن طريق منع الحيوانات المنوية النطاف من إلقاح البويضة ولتكون فعالة قدر الإمكان يجب استخدام العازل المهبلي مع كريم أو جل أو مادة هلامية قاتلة للنطاف كما يجب إبقاء العازل المهبلي في مكانه لست ساعات على الأقل بعد ممارسة الجنس وبعد ذلك الوقت يمكن إزالته وغسله أي أنه قابل لإعادة الاستخدام تأتي العازلات المهبلية بأحجام مختلفة ويجب اختيار الحجم المناسب بالاعتماد على الطبيب أو الممرض وإليكم بداية الحقائق التالية الهامة حول استخدام العازلات المهبلية كوسيلة مانعة للحمل عندما تستخدم بشكل صحيح بالتزامن مع مبيد النطاف فإنها فعالة بمنع الحمل بنسبة 92 إلى 96% لا تتترتب على استخدامها مخاطر صحية خصيرة يجب تذكر استخدامها قبل ممارسة الجنس ومن الممكن وضع العازل المهبلي قبل جماع بعدة ساعات قد يستغرق الأمر وقتا لمعرفة كافية استخدامها قد ينتج عن استخدامها أحيانا التهاب مسانة التهاب في المجاري البولية ويمكن مع استشارة الطبيب استخدام حجم أصغر من العازل المهبلي مما يسهم في حل المشكلة يجب استخدام عازل مهبلي جديد عند أي خسارة أو زيادة في الوزن أكثر من 7 باوندات أو 3 كيلوغرامات أو في حال حصول حمل أو إجهاض أو سوء حمل إن استخدام العازل المهبلي الأنثوي وحده لا يحمي بالضرورة من الأمراض المنتقلة بالجنس ولكنه بالتزامن مع الوعق الذكري يساعد على الحماية من الإصابة بها والآن لنستعرض أهم الأسئلة المطروحة حول استخدام الحاجب المانع للحمل للإجابة عنها ما مدى فعالية العازل المهبلي؟ تعتبر الفعالية في مانع الحمل أحد أهم الأمور التي يتم أخذها بعين الاعتبار عند اختيار وسلة مانع الحمل المناسبة ويمكنك تعزيز فعالية العازل المهبلي الأنثوي عبر اتباع التعليمات التالية التأكد من أن العازل يغطي عمق الرحم بشكل صحيح قبل كل مرة تقومين فيها بجماع ممارسة جينس استخدام مويد النطاف كما هو موصبه يمكن أيضا لاستخدام الوعق الذكري أن يزيد من فعالية العازل المهبلي المانع للحمل وكذلك إيقاف الجماع قبل حدوث القذف ما مدى أمان العازل المهبلي الأنثوي؟ وهل من المناسب لك استخدامه؟ في الواقع تستخدم معظم النساء العازل المهبلي بشكل آمن كليا ولكن في بعض الحالات تستوجب الاستشارة الطبية حيث من الممكن أن يسبب استخدامه خطرا ومن هذه الحالات إن كنت غير مرتاحة باستخدامه سواء عند لمس المهبل أو الفرج إن كنت تعانين من الحساسية للسيليكون أو المادة المبيدة للنطاف إن خضعت العملية ولادة في الأسابيع الستة الماضية إن كانت لديك بعض المشاكل الصحية الجسدية في الرحم أو المهبل إن كانت لديك صعوبة في إدخال العازل المهبلي إن كنت تعانين من الالتهابات المسالك البولية المتكررة إن كنت تعانين في تاريخك الطبي من متلازمة الصدمة السامة إن كان لديك ضعف عضلي في المهبل إن خضعت مؤخرا لعملية جراحية في عنق الرحم أو لعملية إجهاض بعد اجتياز الأشهر الثلاث الأولى من الحمل ومن المهم استشارة طبيبك ليقرر فيما إذا كان من المناسب لك استخدام العازل المهبلي أو لا من الجدير والمهم ذكره أن العازل المهبلي الخاص بك يجب أن يستخدم من قبلك وحدك فقط ولا تجوز مشاركته مع أي امرأة ثانية ما هي المزايا لاستخدام العازل المهبلي تحبذ معظم النساء استخدام العازل المهبلي لكونه مريحا وآمنا وبسيطا حيث يمكن حمله في الجيب أو المحفظة يمكن استخدامه أثناء الرضاعة الطبيعية عموما لا تشعر الأنسى بوجوده عند وضعه بشكل صحيح وكذلك لن يؤثر على الذكر ليس له أي تأثير على الهرمونات الطبيعية للمرأة فعالا عند وضعه مباشرة ويمكن إزالته في حل الرغبة بالحمل لا يقاطع عملية الجماع ويمكن وضعه قبلها بعدة ساعات ما هي مساوئ العازل المهبلي قد يكون من الصعب بالنسبة لبعض النساء وضعه بشكل صحيح من الممكن أن يتحرك من موضعه أثناء الجماع كما في بعض الحالات التي تتعلق بحجم القضي بالذكر وشدة الحركة وبعض وضعيات الممارسة الجنسية يتوجب استخدامه قبل كل مرة تحدث فيها عملية جماع قد يتطلب الأمر أحيانا إعادة وضعه بموضع صحيح ماذا عن استخدام المبيض النطاف بالتزامن مع الحجاب المهبلي تحتوي معظم المبيضات المنوية التي يتم استخدامها مع العازل المهبلي على النونوكسينول والذي ينطوي على المخاطر معينة إذا ما تم استخدامه عدة مرات في اليوم أو من قبل الأشخاص المعرضين لخطر فيروس نقص المناعة البشرية فقد يسبب تهيوج الأنسجة ويزيد من خطر الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيرها من الأمراض التي تنتقل عن طريق الجنس ما هي الآثار الجانبية لاستخدام الحاجبات المهبلي يمكن لمعظم النساء استخدام العازل المهبلي دون أي مشاكل تذكر ولكن قد تحدث بعض الآثار الجانبية كالتهاب المسالك البولية المتكرر بالإضافة لحالات تهيوج المهبل والتي قد تكون مؤشرا لوجود حساسية للسيليكون أو لمبيض النطاف المستخدم يتوجب أيضا استشارة الطبيب المختص في حالات معينة كالشعور بحرقة أثناء التبول أو عدم الارتياح للاستخدام العازل المهبلي كذلك في حال النزف النقطي أو التهيوج أو الحكة أو الإحميرار في المنطقة التناسلية إضافة للإفرازات المهبلية غير الطبيعية كيف يمكنك استخدام العازل المهبلي؟ من السهل استخدام العازل المهبلي بعد القليل من الممارسة وبإشراف الطبيب المختص وتظهر الصور التالية كيفية استخدامه بالشكل الصحيح وضع العازل المهبلي اغسل يديك بالماء والصابون جيدا ضع كمية تعادل ملعقة كبيرة من مبيض النطاف داخل العازل وحول حوافه يتوجب اختيار وضاية وقوف أو جلوس أو استلقاء مناسبة ومريحة لك لتتمكن من إدخال العازل المهبلي يتم إدخال العازل عن طريق إبعاد شقي الفرج عن بعضهما وثاني حواف العازل المهبلي إلى بعضهما بحيث يبقى مبيض النطاف داخل الثانية ومن ثم دفع العازل المهبلي داخل المهبل لأبعد مسافة ممكنة يمكن حينها دست حافة العازل المهبلي وراء عظم العانى وبالتأكد من أن عنق الرحيم حجب بواسطة العازل من الجدير ذكره وجوب بقاء العازل المهبلي في مكانه لست ساعات بعد آخر عملية الجماع وفي حال تكرار عملية الجماع مجددا بعد ست ساعات يمكن إبقاء العازل المهبلي في موضعه وإضافة المزيد من مبيض النطاف عميقا داخل المهبل لا ينبغي أن يبقى العازل المهبلي في مكانه أكثر من 24 ساعة إزالة العازل المهبلي اغسل يديك بالماء والصابون جيدا ادخل إصبع السباب فوق الحافة العلوية للعازل المهبلي لتسهيل سحبه لأسفل وخارجا الاعتناء بالعازل المهبلي يمكن للعازل المهبلي أن يبقى بوضع جيد للاستخدام لمدة تقارب العامين إذا ما تم الاعتناء به بشكل جيد حيث يمكن اتباع بعض الإجراءات البسيطة كغسله بالصابون والماء الدافئ وتركه ليجف وعدم استخدام أي مساحق أو كريمات لأنها قد تسبب التهابا أو تلحق ضررا بالسيليكون يمكن استمرار استخدام العازل المهبلي في حال تغير لونه أما في حال وجود ثقوب أو فراغات فيه فمن الواجب استبداله أخيرا يمكنك الحصول على الحجاب المهبلي من مزودي الرعاية الصحية والعيادات الطبية بعد استشارة الطبيب المختص